الجبهة الجنوبية الغربية لمحافظة تعز هي الاشد ضراوة في المواجهات منذ بدء المعارك فخلال عام واكثر مثلت الوازعية والمناطق المجاورة لها مصيدة لمئات من عناصر الميليشيا خلال محاولاتها المتكررة للسيطرة عليها سمود كبير اظهره المقاتلون هنا رغم افتقارهم للدعم العسكري الا انهم وباسلحتهم الشخصية كانوا سدا منيعا امام كل الهجمات التي شنتها الميليشيا نطالب الجهات المختصة والمنطقة الرابعة والتحالف العربي من يد العون والمساعدة الى هذه القبائل التي سمدت في وجه العدوان اكثر من عام ولا حتى هذه اللحظة لم يصلنا شيء من الدعم هنا مشهد اخر من التضحية واتقار المقاومين لابسط الادوات التي يحتاجها المقاتلون في الجبهات الا ان عزيمة المقاتلين هي التي دوما ما تمكنهم من الناصر يقضي افراد المقاومة اوقاتهم متنقلين بين سفوح الجبال لرصد تحركات الميليشيا ويمنعون محاولاتهم المتكررة في التسلل تحتل مناطق الوازعية والمضاربة اهمية خاصة كونها تحادث محافظة لحجة والتي تدفع الميليشيا بتعزيزات مستمرة للوصول اليها لكن دون ما جدوى اشتركوا في القناة